مرحبا فيكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة وأيامكم كل عطر كتير بنسأل عن العطور العربية العطور العربية اللي للأسف يعني بأوروبا صعب أنه حصلها بسهولة فعندي تأثير بالقناة من جهة يعني الروفيوز للعطور العربية من عمود عبدالسامد القرشي رصاصي أجمل أرض الزعفران لطافة ومشابها وجناد وكتير من العطور العربية اللي شوي يعني مقصرين بالروفيوز تبعا ولكن وكون أنه ما عم مقدر حصلها بسهولة يعني عم معمل اطلاع وأبحاث وكذا وارجع دور شوف على الانترنت شو الموجود وانتقى تلكم موضوع شفته على الانترنت ومتكرر عن عطور أرض الزعفران اللي بيشم كخبير أو أنف خبير بالعطور بيشبهها بيروح على بعض العطور العالمية مثل ورح أذكركم ياها تباعا بدون طبعا ترتيب أرض الزعفران درهم اللي بتشبه أمواج رفليكشن وأرض الزعفران عود 24 ومكتوب عليها 24 ساعة بتشبه التوم فورد بلاك أوركيد وأرض الزعفران درهم جولد بتشبه كريد ريال عود وأرض الزعفران درهم بلاك بتشبه كريد جورين إرش تويت وأرض الزعفران نهاية اللي هي ميدنايت عود بتشبه أمواج انترلود بتمنى يتجربوا أو اللي يجرب يعطينا من بعد تجاربه وخصوصا بالعطور لأرض الزعفران خلي الفيديو هذا يكون أرض الزعفران ومن ثم بننتقل إن شاء الله بقادم الأيام لعطور مثلا لطافة وعبد الصمر القرشي وما شابه ذلك أو إذا في خلطات متفردة وبكون يعني كتير أنا سعيد لو بتتفعلوا معنا بالتعليقات وبحط كل حدا منكم خبرته أو تجربته بالعطور يلي شافع من وجهة نظره أو من تجربته تتشابه بأرواح بعض العطور العالمية وما رح طيل عليكم أكتر من هيك حتى يعني العطور النسائية أو أخواتنا النساء إذا عندهم أي تجربة خاصة بهذا الموضوع بتمنى يعني ما يبخلوا علينا فيها وإلى مزيد إن شاء الله من الفيديو هذا بتمنى أنه تكون مفيدة لألكن ومحبتي لكم دايماً وإن شاء الله قريباً بنعمل بس مباشر للإجابة على أسئلكن مع محبتي دايماً المستمرة والكبيرة كونوا بخير أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر